دعنا نحكي قليلا على يوسف البلايلي حتى يغيب حتى يكون شقيقه غايبين اليوم على المقابلة متع مستقبل سليمان وترجل فيتلونس نحكيه أكثر فنيا على المقابلة ساعة بوليميك في الجزائر على يوسف البلايلي وشقيق والبالح كان حفل زفاف صديق مقرب يوسف البلايلي اللي هو مغني متع اللي كان تقريبا مشهور بالأغنية اللي تغنى فيه على يوسف البلايلي وعملون حتى يوسف كان يغنى معه في الأغنية متاعه اسفه هو جليل باليرمو في الجزائر يقولوا أنه يوسف ما عندوش حتى مشاكل فقط تمشي بش يحضر حفل الزفاف متاع هذي سيد جليل باليرمو في بعض الصفحات شفناها الجزائرية الحاقة تصدنا بترجي وأكدنا أنه عندو شوية مشاكل في سرق الدار ولا حاجة هكذا السباب اللي يمشي عليه واخذي ترخيص من المدرب ومن الإدارة متاع الفريق أنا في تقديري إذا كان يوسف البلايلي إخذاء اوتوريزاسيون وترخيص ترخيص من فريقه إذا يمشي للتزير يعمل اللي يحب هو أنا وقتاً يشتولهم على يوسف البلايلي ونقول هذا مانك دو ديسبلين وترجي فوق الجميع ومهما كان النجم يزموش تصرفه كاكا ووقت اليوسف البلايلي هزروح ويمشي كاكا من غير ما أخذاء إذن من الجمعية أنا في تقدير يش نوع الخلل وين سعر وإلا سود تقدير ووقت التسريب يقول اللي هو دارة متسرقة وكذا بصراحة لا تنطلي هذه الحكاية لأي حد للجوء الملاعبي أخذاء إذن من عن جمعيته أخذاء ترخيص من عن جمعيته يمشي وين يحب يمشي شرسيشاء المالديف هو حر نعطيك معلومة أخرى زيدا حسب مصادر من مستقبل سليماني يقول فارس أخوه عنده ورب على خمس أيام قال لنا أنه عنده انجاجمون في تزير في البارح معناها ويحب يروح ذات الرخيص كيف كيف باش يروح لكن تفاش وحتى كيف يشافوا الأخبار متاع السرقة البارح ما كانش عنده معلم بيه أخبار السرقة ما بصراحة ما حاجة ما أخي السرقة متاع دارة يمشي وزوز أخوات مش 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 يعطيه شهادتهم مش مش وضيح المسأل ملاعبي يروح يخذها ترخيص ومشاربش يحضر حفل زفاف وإلا حفل خيتان هو حر يمشي وان يحب هو أنا رأى زادة بالنسبة ليوسف البلاي يوسف البلايلي هذا ملاعبي يا أخويا أنا في تقتيري من أفضل أفضل لاعب في أفريقيا هو يوسف البلايلي ورأى النجوم أفضل لاعب تقصد محلي في القارة أفضل لاعب محلي في القارة الأفريقية يوسف البلايلي اللاعب الوحيد الذي يقدر يكسبك ماتش قاعد يكسبك بطولة هذي يراه بقطع نظر على كل شيء على أنتماء والترجل وإلا جامعية أخرى ملاعبي فلو يرسير وهو مدرب ينجم يحكم أكثر مني رأوا يا إسلام في العالم كامل فما طريقة بيش تتعاطى معه مع النجوم هذي حقيقة النجوم في العالم كامل عنده معاملة خاصة وليه خاني خلاي سيش هيب المسألة هذي بالضبط تتفي مع أنتها مش يقولوا المجموعة فوق النسل كل ما فما حتى ملاعبي أكبر من المجموعة والانذباط والديسكليين كادر معناه يعمل اللي حب؟ لا فماش يعمل اللي حب فما أخذوا عطاء بين المدرب يطرفاني بين الإدارة مع اللاعب يأخذوا ويعطيوا بنتب عظم فما ظرف طرق فما يكون نجم يكون ظرف طرق سلبي كما يكون فرحة لكنني شغل أننا أخذوا بأن المدرب بين مدربة من المدرب وتدارة ومام شغل والمدرب من المدرب من المدرب ليس لعد على ذلك نايمار في باريز ولا في برشلونة يمشي لبرازيل بشي يحضر عيد ميلاد أخته كان يختلق الإصابة سعاد وديما يعملها وينوصل في موعد معاين تعيد ميلاد أخته ذهل لي يختلق الإصابة ويمشي لبرازيل لا يمكن أن يقول لها أن نايمار لا تنمشي لماذا لا تنمشي؟ عندما كان يقوم بمعادة كونتر غري يمكن أن لا شيء يأتي يأتيوا هذه الرخصة أولا كلمة أن الناس Jaap كان يقوم بالنسبة للعبة في العقود حتى في مباراة يتوديها اللي هي تقامت بنيتها شركات كبار وكل عندهم تورنيا في التورنيا يقول لك أنا يجب أن يكون مثلا مع البرزيل يجب أن يكون نايمار مع الارجنتين يجب أن يكون ميسي اللي يمس إيتيكما مش ندخل طوى في البلالي ولا الترخيص اللي صاروا في الإسبرانس هذي أنا شأن دخل يعني أبار شأن دخل أنا مع أنت ممأيدو لأنه موجود تباقى اللي يمس هو جمهور قربة يمكن أن هو بشي تنقل بشي تورج في البلالي البلالي سيلا فدات سيلا ستاق متع للمومان الستاق اللي موجودة في الشامبينة تينيزيا سيلا سيلا بلالي هذي يمس شوية هو اللي تيك سبورتيف بالنسبة للجمهور فقط لكن غير هذا هو شأن داخلي عنده اوتوريزاسيون ولعب في الكاتيجوري متاعه ويتعامل معه بأسلوب غير اللاعبين أخرين وهذا عادي جدا كونشتي عملت مع جوالات معاملة خاصة تخليه مثلا يخرج في الستاج تخليه ممتاز السؤال يخرج في الستاج لا خاطر له هناك يخرج في الستاج وقتا انا يجيني الاخر يقول يحب نخرج وما يخرج مشكلة ألوق الستاج بش تخرج في الستاج المدرب يخشى النجم يبدأ هكا النجم فوق الجميع لكن المدرب من الأول كيف يطبق على النجم ممتاز 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 من الأول بحاجة أخرى لكن الحاجة مهمة جدا رد بالك تخرج منها هي القانون المجموعة إذا أنت احترمت قانون المجموعة يمشي على أحمد وعلى مجيد وعلى إسلام وعلى شهير رأوا ميدغشش منها أي مهما يكون شأنوا اللعب غير هذا فما بعض الأحيان تصرفات خاصة مع هذا لكن قانون المجموعة لهو مثلا عنا أنكرتي لبرئينوغ أبخيلو ديني فيستاج عناس كل يمشي ليس ساعة ونصف ليس ساعة واربع ساعة لكن تربح المجموعة هذا مهم جدا مجدا ما مهم اليوم نترجي في قربة معتها نعم 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 على بلايلي يصلك على بلايلي معتها فيتران صعيب في قربة معناها مشكلة أجدا معناها اللعب يشعرون جمعيته شوف الناس إذا ما تعرف سعى بلايلي يركونيسون برشة الإسبرانس وعليش يحب الإسبرانس بلايلي بعد عقوبة متعامين حتى فريق ما تصل بالبلايلي إلا ترجي تونسي دونك هذي البلايلي قاعد يغزلها نظرة كبيرة للترجي وعلاقته مع رئيس النادي علاقة أكثر تتعدى أكثر من علاقة رئيس مع ملاعبي علاقة فيها بورسة صحبة ومودة وكل شيء أنا رأني نقول لك النجوم تجيب تناحي لمدربين موجودة في العالم مجمع وفي تونس ويكذب عليك يقول لك أن أنتنور فما أو الزوز هكذا دي جوار النجوم وكادر وكشي ما يجي ضدهم مستحيل هذي موجودة لونالدو نحو أنتنور متاع بورتيغال نحا هذي موجودة النجم هو الملاعبي اللي يجيب المتشويت واللي المسؤولين يعرفوه اللي هو حاسم وعنده قاعدة جمالية كبيرة نحيت مدربين نحيت مدربين أنا بكل أمان علاقتي مع المدربين أنا لعب ديما تيتوليار حق في كاريالي كاملة وديما كانت علاقتي علاقتي احترامه وما أنتن هبهم يحبوني ما تخلش في المتعة هذومة أما أني نعود لك في تونس خاصة يجلب عليك أي مدرب واختيفة ما عنده نجم يبدأ هكي باش باش به ومش يمشي يعمل السياسة اللي يعمل على الأخرين مع هذيك خاطر يعرف اللي هذيك راهوا كلمته كبيرة ما يفلتش منك القروب هكي لأ ما يفلتش من القروب عليش خاطر تاخله بلايلي بلايلي كنشوف هو ستار على الاسبرانس لكن كنشوف قدش علاقته بيا مع الملعبية وقدش يحبوه شي ما هو غضوة مثلا يانساس طلب نفس الرخصة مش بيب حاليته مثلا لا لا يجي قل لك شوف 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 اليوم جيت حالة مع انت انسانية كرئيس ندي انا منشي مش نرفض نرفض اهي سيدي الفرصة وخلي ممكن الملعبي هذيك يشوف اللي عاكستو لأ ترى مو يتيح شوف فوقيت انت جون راو جيستام تعال الملعبية هذومة الكبار لسامي اذا ما تكونش انت تكي وتاك مش تعم باع ناكد لك غضوة الساس ياخو رخصة ودير الترجمة سيبتش رودريقياز وساس خبال الشامبينا ومشي لبرزيل ما تتمش ترخيص سابق عليش خاتش خاتش شافت من انس باش يكون يمشي راو نعاود نقول معاملة تختلف ما بجيد هات لجوع بقية المجموعة وقت تصير هالفافر اللي صار بلالي النوس باش يجي غضوة سكي برش فاش سكي يتقول لك يجي بلي في الاترح سحي تربح لي في البرمات و لا ما ترى سي يجي 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 هالغضوة ما تعرفش نهر اليوم هو زاد في مستوى عالي تقريبا نفس المستوى والبليل واللي يطلب لكن طب كوا هك يطف الضوء واحد اثنين صارت حاثة قلت يمكن اثر على المدرب يخوي ينطرف النجم صارت في برشلونة بابا غورديولا وميسي من الخطوط العريضة اللي بنها بابا غورديولا في الوستيخ مغير مشروبات غزية في الوستيخ بردنس بردنس باللي هو نسب ميسي يشرف المشروبات الغزية يدور وشهو اخرج بابا غورديولا اخرج من غرفة الملابس وقت هو احد قانون ما فمش مشروبات غزية في الوستيخ بردنس بردنس بردنس